في قصة اهلا بكم تاني في قصة طرحتها الواشنطن بوست عن ترامب وبعدين بيقول لك ترامب يعفو عن اناس متهمونة بجرائم حرب لانه يعتبر ان الحربة شود بي سافاج اللي هي متوحشة كلام ده خطير للغاية وهو اخطر من افكار داعش ومن تطبيقاته وهو ما يسير عليه النظام النظم العربية في مصر وفي السعودية وفي العراق وفي السودان في بعض الوقت اللي هو ايه اللي انه يا جماعة احنا قدام عدو متوحش فلازم موته بس الحرب هي كمعرفها بقى الناس ويقول لك انه في خط فاصل ما بين ما يعرفون بالكمباتتنت والنكمباتتنت الكمباتتنت المقاتلين فانت لما بتاخد حرب بتاخدها ضد مقاتلين مقاتل ضد مقاتل اوكي اللي بيدعو اليه ترامب هو العودة الى الحرب الشاملة حرب الشاملة يعني ايه اضرب مدنيين واقع كهرباء زل وهين المدنيين عشان ينغطوا على الدول بحيث تخش حرب وده نظام امريكي داغن وباطش وقليل حياة وبيعملوا النظام في مصر بالمناسبة في مصر بيموتوا الناس كده يعني ما هو بياخد اي حد في اي حتة وقولك اهين عيلته عشان يعمل ايه عشان اركعه مع ان هو اللي ما بيهين عيلة المسلا واحد اعلامي ولا بيسجن حد ما بيركعش التاني لان التاني مش مقاتل التاني راجل ولا ولا مش ايش ترامب يؤمن بذلك ولي ومش ترامب بس كل الامريكان تقريبا لك كان فيما سبق يقولك والله في تعودات المدنيين اصله كلات للدمج الاثار الجانبية او الاصابات الجانبية تفرق عن استهداف المدنيين الحقيقة انه ترامب عفى عن تلاتة من العسكريين رغم ان البنتاجون لوزارة الدفاع قالت له لأ يجب ان يحاكموا عشان يكونوا عبرة لغيرهم احنا ما احناش جيش من الرعاع رغم اعتراض البنتاجون ترامب يعفو عن ضباط والتهمين وبيقول عفى عن ضابطين عن ضابطين وفيه واحد تالت وامر باعادة رتبة عسكرية الى ضابط دقوات خاصة بعد تجريدي منها لارتكاب جرائب حرب في العرب. بص يا معلم. اللي بيعملوا ترامب ده هو الهمجية العسكرية الغربية منذ عرفة الحروب. مين اللي ضرب ناجزاكي والتانية هيروشيما مين الامريكان. مين اللي ضمر الدنيا الاوروبيين. مفيش مسلم كان بيحارف الحرب العالمية الاولى والتانية بمعنى انها حرب الاسلام ضد الغرب. هم الذين قتلوا بعضهم البعض. فدول شوية عمج. ولا تصدق انهم سنح حضارة. الحضارة التي سنعت لاحقا هي حضارة كان في الاصل للتقدم العسكري. ثم تحولت الى العمل المدني. راجع تاريخ الانجازات العسكرية في الحياة عندهم. وانت تعرف العربية الجيب اللي حركت بتركابها ولا الهمر دي. ده عربية عسكرية. في الاساس يعني. كل العربيات اللي اسمها آآ آآ ارمادة ومش عارفوا ايه. والفور باي فور كله. كله ده كان عربيات للآآ. حتى المرسيدس بنز. كانت تعمولة جيب. دي كانت سيارات القادة. واللي عمل الروس آآ زيها. السوفيت زيها. العربيات اللي آآ آآ بتاعته باسمها ايه؟ اللادة. اللادة يا حبيب اللادة كل اللادة. اه والله. بيقول لك فيه في الكويت حبوا يفتحوا توكيل للادة. آآ فجابوا واحد مصري يفتحوا. الكويت يعرفش العربيات دي. العربيات فقطة جدا يعني. على اي حال دي كانت نكتة. كانت صاحبة صاحبة التوكيل الهيلة السالم على ما اظن يا. على اي حال. المعلم ترامب بعفوه عن هؤلاء بيدول على مكسب سياسي. التلاتة دول ارتكبوا جرائم. الراجل كاتب المقال لواجهز ديفيد اوهلن. ده نايب عميد واستاذ القانون في كلية حقوق كورنل. حيث يكتب في ده مش ده طبعا ده التلاتة دول المجرمين. الراجل ده بيتكلم في القانون الجنائي. اللي هو مؤلف هذي ايه? هذي المقالة. وبيقول انه العفو ده جيه على خلفية رفض اه البنتاجون لوزارة الدفاع لهذا الامر. وقيت له ما فيش حاجة اسمع عفو. بس اقلهم والله قال لك انه هذا المقترح بتاعه ده والعفو بيبين انه بيؤمل بالحرب الشاملة. يعني اضرب موت مدني مش مدني. طول عمرهم عملوا كده. عملوا كده في العراق ضربوا المرافق الحيوية. وبعض كلاب العرب من الموت الابريلين والعلمانيين كانوا بيسقفوا. لما كانت العراق بتضرف الفين وثلاثة. كانوا بيسقفوا. يقول لك ايو يا ابني ده بيضرب في في الكهرابة في المية في نفس الكلام. كان البعض يصفق لما كانوا بيضربوا في سرايفو. محطات الكهرابة. مش في سرايفو سوري. في في سربيا. نفس الكلام عملوا السرب ضربوا هنا فجوم الامريكان ضربوا هنا. هذي الحرب الشاملة اللي بيقول لك انه الحرب الشاملة مفهومها انه مش الجنود هما اللي بيحربوا. ده كل المجتمع. مش الجنود المحترفين. بيقول انها in which warfare is conducted not only by professional soldiers but also by entire societies including their civilians. الحرب الشاملة هي حرب احنا كلنا بناخدها. مجتمعاتنا بتخدها. ايو احنا كنا في الاراق بناخد الحرب الشاملة. وفين? وفي افغانستان. وبالتالي انت بتمنح زي ما بيقول الاستاذ ده. تمنح عدوك وخصمك نفس المبرر. انا ليه قاع في مواطن امريكي مدني من الحرب. ما هو ده نفسي فكر القاعدة وداعش. هو لما ضربك ضربك ليه? عشان الحرب الشاملة انت بتقول عليها. ده انما انت المفروض الموادل بتاع العالم تعمل عكس كده. وبيقول انه طبعا حرب في في الحرب الشاملة اللي حصلت في القرن ال 19 والقرن ال 20 وكمان حصلت في طبعا في الحرب العالمية الاولى او التانية كان الهدف منها هو هو انه انه ضرب المدن وتكتيك بهدف اهانة وازلال المدنيين حتى يفضوا يدهم من دعم العسكر. طيب. وبيقول لأ في قوانين يتعامل اتباع الحرب العالمية التانية اللي هو بيسموه اللي هو مدونة سلوك الحرب بتاعت الفورتسان اللي هو مفيش فالس على حصانه يضرب واحد ممعوز سلاح. عشان كده كنتوا بتشوف زمان في الافلام ايه? لما بيتعاملوا مع بعضيهم بالبتاع واللي قدامه ممعوز سيف كانوا بيجيب له ايه? يرميلوا سيف. ليه? لان دي الفروسية. ان تقتل او تقاتل مجند او مبارس محترف. كلام ده انته. ما بقاش في اخلاق الفورتسان يا معالي. وبيقول انه هذا الكلام كان بيعني انك لا تجهز على جريح ولا اسير. ده من ضمن الايه? الاعراف المتفق عليه. ايه اللي حصل? فبيقول لك لا. ده اللي حصل انه اه عفو ترامب عن ناس ارتكبوا جرائم حرب ضد مدنيين اللي هو ضد مدني غير مسلح. وبالتالي ده معناه ان دول خارج من دراق المعركة. ما يجبش انك تقتل. مين بقى? بيقول لك الارمي ماجور ماتيو جولستين متهم بقتل. قضية القتل. لواحد بيقول عليه انه مصنع قنابل فين? في من طالبان. في افغانس اسمه رسول. كان مقبوض عليه. وكان على وشك الافراج عنه. خلاص في ساعة الفين وعشر. جولستين عارف انه الراجل ده مش محارب. وخذ العقوبة. ومع ذلك طخه وبوته. سألوه. حقاقه معاه وسألوه. قال انا انا اتلته وحرقته. لما قال في التحيات انه اتلته وحرقته كان المفروض هو يعني كان مفروض انهم اعتبروه في الاول انه اتل واحد مسلح. او يعني ممكن اتلته وحرقته فاعيد فتح التحقيق واثباته ايه? ايه دنته? ده واحد. ايه الشويش او فارس لوتانت او ملازم اول اسف. اه 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 كلينت لورنس. اتهم سنة الفين وتلاتاشر بقضيتين اتل. هو والفصيلة بتاعته او مدنيين ركبين الموتوسيكل بتاعهم في افغانستان. شاهد الناس اللي شغالين معاه الجنود اللي معاه بانهم لا يمثلون خطرا. وقالوا انه الراجل ده دايما كان يقول لنا اي حد هدف مدني متحرك اقتلوه. وشاهدوا. يعني كان بيقتل الناس غير مسلحة. طبعا هنجيش عندنا بيقتلو الشونطة بتقدر يعني يعني سعب نتكلم عن الناس اللي دافعها من ساق الاخلاق يعني. المهم انه خد عشرين سنة. مين طلعوه? المعلم ترامب. الاخير ادوارد جلاجر او جلاجر متهم بقتل جريح. من الجماعة بتوى التنظيم الدولة الاسلامية كان بيتعالج على ايه الدكتور امريكي بعد ان اصيبه في مواجهات او شيء. تمام. اضع عليه بسكينة. يعني دخل على الجريح اللي بيتعالج. وطعنه بالايه? بالسكينة. جي المعلم ترامب عمل ايه? قال لك عفو. قال لك ليه? قال لك عملتها احنا. لازم نعفو عن الناس دي يا الناس دي كان بتحارب عشانه وكده. ده منطق الهمجية. وهكذا فعلت اوروبا في كل حروبها وغزواتها ولا. واحنا عاشين في نفس الهام. بس في ناس عندنا اقولك شو الامريكان الله الاوروبيين شاف ايه? الاوروبيون الجزائريون مازال هناك متحف لجماجم الجزائريين في فرنسا. باعتبار ان دي رؤوس وجماجم ارهابيين. يا جماعة في ايه? الدنيا بقى والنظر ان اوروبا دي اوروبا دي لا شيء. وهي في حال التراجع زي ما قلت لك. والكلام ده كتب فيه مؤرخون وكتاب. والديمقراطية بتاعتهم كمان الاله الحجوة ده. في سبيلها الانحصار. انا مش دعوة بالحتة دي انا دي دعوة بما يتعلق بالانسان. دي ما يتعلق بالانسان. ايه الراجل البروفيسور اللي كتب المقال بيقول في الاخر يا جماعة خلي بالكم ان انتو بتقول لعدونا اعمل فينا كده لانه احنا عملنا فيك كده. اذا لا يوجد آآ بس ارهاب آآ زي ما يسمى بالقرسين والتحقس اسلامي ولا الكلام الفارغ ده. في ارهاب غربي مسيحي احيانا لا اريد ان اعمم. وصهيوني ويهودي طول الوقت. في فلسطين موجود وفي كل مجال. واحيانا في ارهاب من طائفة ضد طواقف زي ما بيحصل من آآ بعض اجزاء من الشيعة في عالمنا العربي وفي في في ارهاب سنة ضد الشعوب في السعودية ومصر عادي يعني. ده الجزء الثاني من قصتنا.